أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قياما للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي بعقد حوار رقمي مباشر مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد يوم الثامن ديسمبر حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا وأفادت البعثة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بأن الحوار الرقمي الذي سيعقده باتيلي بعد غد الخميس مع الليبيين يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك رغبة في الاستماع إلى أرائهم وأفكارهم حول تحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا